قد رئيس عبد الفتاح السيسي أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وخلال استقباله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقصر الاتحادية شدد السيسي على عمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والسعودية كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية وطبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وعاقب انتهاء المباحثات غادر الأمير محمد بن سلمان القاهرة بعد زيارة لمصر استغرقت يومين من المقرر أن يتوجه بن سلمان إلى تونس في جولة بدأها الأسبوع الماضي شملت البحرين والإمارات ومصر